هذه سماعات CMF وعطيتهم تقييم من أفضل سماعات اللي انت ممكن تشتريها سنة للطاف من ناحية الراحة وأكيد الصوت وعزل للضوضاء وأهم شيء أكيد السعر بس إذا دققت CMF منو يساوي لك ياها؟ CMF Buy Nothing إي نعم شركة Nothing CMF راح تكون شركة تحت Nothing سويت لنا سماعات شاحن سريع والساعة هذا اللي أنا لابسها بيدي في فيديو في كل التفاصيل اللي قاعد تكلم عنها الرابط ما لا راح يكون موجود تحت بس اليوم أبي أتكلم عن أصداري ليديد مالوتي CMF Buds يعطيكم الصحة والعافية معاكم أحمد بعريكي بداية الفيديو وأكيد لا تنسونا هنا وأحبابنا من دعاكم الصالح أصلى الله يثبتهم ينصرهم وفق عوقهم ويرحم شهدائهم اللهم آمين أقل شيء تقدر تقولهم إياك تدعي لهم لا تبخل عليهم من دعائك صالح ولا تبخل علينا من الدعم تأكد أنك تشترك وتفعل جرس التنبيهات حتى لا تفوتك هذه الفيديوهات اليومية وتفاعلوا إياهم علشان توصل حق أكبر شريحة واشترك اشترك بلاش هذين راح يكونون الـ CMF Buds اليدد مرة ثانية By Nothing الما يدري C يعني Color M يعني Material F يعني Finish CMF اللون المaterial أو المواد التي تستعمل وآخر شيء وهو أكيد الفينيش وهذه الثلاثة أشياء هي الفلسفة مالة شركة CMF has happened when nothing opened with her تفاصيل أكيد هذى المنتج راح تكون موجودة بالرابط من ناحية السعر إنه نتقدر تشتريه إلى آخره أي summer ساساتر اهتمام هم حق أدقة تفاصيل هذه الشركة مستحيل يا جماعة الخير شيء ما صار دعونا نشيل بس الغطر داخل ولا أرواح اهتمامهم حق أدق التفاصيل ومنتجاتهم شيء خوف شيء خوف مو بس حق فئسة ريال هوم وجه لها حتى الأشياء تكون واحد أغلى منهم هذا المنتج رح يكون مصنوع من البلاستيك التعب مو بس بأنه والله حطينا بلاستيك ولا بولي كاربونيت إنه شلونة نحن نستعمله على سبيل المثال شنو فكرة هذا الشي اللي تقدر أنت تسويه للسبين بكل بساطة لأنك تقدر تستعمل هذا المنتج كفجت 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 سبينر وهذا شيء هم سووا لني أول مرة مع النثنج إير ون دقيقة هذه هي النثنج إير ون أول منتج من شركة نثنج وتلاحظ هذي الدائرة الموجودة هنا شنو حكمة من وراها إنك انت تقدر تستعملها كفجت سبينر ومنو علمني على هالمعلومة كارل باي بنفسه فكون أنه أهما يأبولك نفس الكنسبت هنا علشان تقدر تخلي المنتج يكون هم بعد بنفس الوقت فن حركة وايد وايد حلوة بس هم بعد إذا لاحظت راح يكون عندك أيوة مكان هنا علشان تقدر تعلق لينرد إذا ما تريد تستعملها أنت كفجت سبينر من نهان بعد راح يكون في عندنا مثل ما أنت شايفينه هنا اللينرد من شركة CMF وهذا اللينرد راح يكون خاص حق البودز نفسهم يا سلام color matching طبعا بلون البرتقالي أيوة فتقدر حين الثبتة بهذا الشكل شوف اللوغو والبراندنج لما CMF مرة ثانية سيكون موجودة هنا وحين صار عندك التاليينرد مراكبة على البودز وتدري شلون خنركب على إيدنا شدي خنشوف إذا لاحن نقدر نسوي تقدر لاحن نتسوي الفجت أخر مرة راح يبطاري هالشي نرجع حق باجي الامبوكسنج راح يكون عندنا هنا tips إضافية رابلات حق الإذن لـ small مع large مع نامة الـ medium راكب عليها وراح نشوف هنا عندنا كتيب ها غريبة ما عندنا سلك تايب سي علشان تشحن السماعات نفسهم أوكي أيوة ما في السلك تايب سي بس إيها راح تدعم لك USB تايب سي عندك زر اقتران راح يكون موجودة هنا وهذه لمبة عشان تبين لك هذا شيء وبعدين عندك السماعات نفسهم الحين السماعات راح يقول لك بقطنة لأنه راح يدعموا لك Active Noise Cancellation بس راح يكونون أقرب حق الشكل مالوتسن اللي طافت لا أراه في فرق فعلي من ناحية شكلهم الفيزيائي لكن المفروض في فرق من ناحية الـ drivers فخلنا نلبسهم وخلنا نشبكهم على تليفوننا اوه اعزل الصوت على طول خلنا نشوف حتى عملية اقتران السريع شلان تشتغل معاه وامتاز على طول شبك من خلال الإعدادات على طول أقدر أوصل حق الشيء اللي يسويها حق السماعات نفسهم لكن من خلال التطبيق راح أقدر أتشوف تفاصيل زيادة وأقدر أتحكم مثلاً بالإيكولايزر حق الشغلات اللي أنا أبيها هم أراد يحطي لك مثلاً شغلات معينة تقدر تستفيد منها نجسة Direct, RTO أو Rock, Pop, Electric يراويك شلون هو يوزع لك ما بين البيس والسبوفر إلى آخره أو تقدر تحط نهانس الفوكيلز أو تقدر تسوي شغلة Custom أنت تختار شو أنت تبيد التربل مع البيس أعلى شيء فتقدر أنت تتحكم بهذه الأمور كلها زائد من ناحية الكنترولز ستقدر تتحكم بالـ Double Tap, Triple Tap و Tap To Hold مع الـ Double Tap & Hold لكي تقدر تتحكم بالإيماءات التي ستكون موجودة على السماعة وتقدر تختار على فكرة لاحظ السماعة اليمنى أو اليسرى أو السماعة اليمنى تقدر تسوي لك أشياء مختلفة من ناحية Noise Control سيكون لدينا Active Noise Cancellation فتقدر تشغلها أو تخلي Transparency و Off وانت تقدر تتحكم بهذا الشيء بشكل يدوي زائد في عندنا الإيماءات Ultra Base وعندك التحكم ليس كثيراً تزيدها بعد الـ Base يعتمد طبعاً على نوع النغاني اللي تستعملهم وآخر شيء هنا من الإعدادات راح تقدر تشوف الـ Updateات اللي هي ممكن تنزل لك مثل ما في عندنا حين Update عشان يصلح لنا الـ Bug Fixes اللي موجودة على سماعة أصعب شيء دائماً هو أنك تنقل تجربة سماعات بالفيديو لكن راح أحاول قدر المستطاع ويعتمد على شنو اللي أنت تفضل أنك تسمعه إذا تسمع مثلاً Rock تبي يكون في عندك Base مع Trouble إذا تستعمل Classical تبي يكون عندك Mid مع Trouble أكثر من الـ Base إذا تسمع Hip Hop أو Rap إلى آخره تبي بيس أكيد مع المد أكثر من Trouble فيعتمد أن شنو اللي تسمعه راح تحصل هنا لإمكانيات أنك تتحكم بالـ Equalizer عشان يعادل لك الصوت أنا بالنسبة لي اللي خلي هذه سماعاتيها تكون شيء ما حصلش وهو كثير تعطيك مقابل السعر وعشان تذي أنا رشحت ماروت سنة اللي طافت أنه هم سماعات مفضلة لأن قيمتهم كانت تسوى ونص مقابل شون أنت راح تحصل وهذه أورادي أنا داش عليهم بـ Bias كوننا أورادي عندنا إحنا مكان حق الليينرد إضافة حلوة عدلوا لك شكل الكيس مختلف صار هم بعد إضافة ثانية غير أنك تقدر تستعمله كفجت سبينر يذكرني أكيد بأول أستار من Nothing Air كأول منتج وهم فعلياً نزلون إياه من شركة Nothing فواضح تجاربهم اللي تعلموها من Nothing قاعد تنتقل حق CMF ومن يقولك أنه نحن ممكن نشوف تريفهم CMF ينزل خلال فترة ليايا الله أعلم وتفاجئني في شركة Nothing على الأموم منظم شغلات ثانية تقدر تسويها نفس الـ Dual Connection علشان تقدر تشبكها مثلاً على أكثر من جهاز بنفس الوقت ممتاز Find my earbuds علشان تقدر أنك أنت تلقاهم إذا ضاعوا منك مثلاً قاعد طلعوا لك الصوت لا واليمين اللي يسار بعدها تقدر تسميهم أي شيء يتبه مثلاً أنا عندي صارو أحمد بوعريكي Buds In-Ear Detection علشان إذا شلتم ورديتهم يعرف يوقف الصوت اللي يطلع minimum latency for an improved gaming experience هذا علشان يقلل لك اللاق لك رح يصر في بطارية هنبعد وايد وايد أكثر فعالعموم اللحظة المنتظرة خنركبهم بإذنه أو ميديوم كبير علي فلحظة شوية أنا عادة أستانس على small علشان الدش بأذوني أكثر أنا أفضل اللي ما يكونوا فيهم Silicon Tip لكن لطالما إني حطولك خيارات تكون موجودة داخل كمنتظ الآن أثبتت من ناحية اليسار الميديوم اللي تثبت بهذا وضعي الآن يدخلوا على طول أنا أحس بالعزل وخلنشوف الحين نشغلنا الشيء بس علشان نعاين الصوت أنا حاليا مشغل شغلة Lo-Fi Lunar Eclipse ممتاز الصوت روعب إما قد تشتغل ممتاز يستغلون الشيء الوحدة الثانية تطفي يشتغلون بشكل جدا جدا مناسب طيب خلنشوف إذا نريد أن نطفي للترانسبيرنسي مود واو نزان عالم عن نويز كانسليشن يقمث أكثر والترانسبيرنسي مود يشتغلون بشكل مناسب الأولترا بيس إذا طفيته راح يفرق صراحة من ناحية الصوت وهم بعد من ناحية الليفل وتقدر تتحكم فيه مرة ثانية من أور راح يكون كل هذا موجود من بره يشتغلون بشكل جدا جدا ممتاز ما دري ما دري ما قاعد يساوونها بس قاعد يساوونها شركة CMF بعض من المواصفات راح تكون موجودة عندك هنا فعندك متى درايفوري دي 12.4 مليمتر يعزلك الصوت ل42 ديسبل البطارية المفروض تطول أكثر وعندنا أربعة HD مايكس يساعدونك حق لترانسبيرنسي مود وهم بعد من المكرمات الصوتية غير بالكونكتيبيتي راح تقدر تشبك عليه الجهاز زي انهم بعد بنفس الوقت ولأ السماعات ما راح تدعم لك شحن لاسلكي نفس السدار القديم لكن مثل ما قلت لكم راح يدعموا الشحن تايب سي راح تقدر تشحنهم بشكل سريع والبطارية المفروض تطول معك مدة أطول تأكد انك تابعنا على انستغرام راح أعطيكم فلو واب وابديت أكثر من بعد ما استخدهمهم هم بعد بالطيارة وبالسفر إلى آخره إذا انت كنت مهتم فيهم مرة ثانية الرابط معهم راح يكون موجود تحت سيما ما فرح عجبين عجبين على العموم شاركونا راح تحت واتوقع بس بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم سلامتكم من تعيشون أحمد وعركي فمالله الكريم